اهلا وسهلا بكم توقعات الفتى الهندي او العراف الهندي للعام 2023 للدول العربية والعالم بتمنى لو اول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان نبقى عيلة واحدة وبتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش باللايك وفي الاول والاخير بننبه لحاجة مهمة جدا ان احنا لما بنقول الكلام ده والتوقعات دي مش معنتها ان احنا مش مؤمنين بان العلم عند الله وحده لا كلنا كمسلمين طبعا في عقدتنا ان احنا حتى لو احنا كنا ذات نفسنا ربنا فاتح علينا بالتوقعات وبالعلم والموهبة دي اللي هو بيفتح عليها البعض من عباده ان احنا مش معنتها ابدا ان احنا كفرة او لا نؤمن بان الغيب بايد الله وحده كلنا عارفين ان الغيب بايد الله وحده ولكن في بعض المواهب بعض العباد ربنا سبحانه وتعالى بيختصها بمعرفة بعض الاشياء ساعات بتصيب وساعات بتخيب ولكن في الاول والاخير العلم عند الله لا يعلم الغيب الا الله واذا من على انسان بالنعمة دي فهي منه وحده فالتوقعات او التنبؤات هي بتبقى موهبة في بعض الناس وبتبقى هبة من الله سبحانه وتعالى وكل واحد وزي ما بنقول له طريقته اللي بيشوف بيها واللي بيتنبأ بيها واللي بيتوقع بيها المهم عشان ما نطولش في المقدمة اوي ان الفتى الهندي ده بيقول ان هيوجد غلاء في معظم دول العالم كله مش في الدول العربية ولا الاسيوية والافريكية بس ولا اوروبا ولا اميركا لا ده على مستوى العالم والكرة الارضية كلها هينشاهد غلاء رهيب جدا في الالفين تلاتة وعشرين وده طبعا اللي بوادره بانت دلوقتي واللي بدأ يظهر للكل وليه الجميع وان في بعض الدول هتقوم فيها مظاهرات صورات اعتراضات تفكك ودول اوروبا ممكن هيكون فيها تفككات وهيكون عندها مجاعات يعني اوروبا اللي دايما هي بلاد بالنسبة لمواطنيها بلد امينة دايما المانيا اوروبا يعني كل دول اوروبا بريطانيا المانيا كلهم يعتبروا بيعيشوا دايما في مأمن غزائي ويعني هما ما هيئين للشعب بتاعهم كل الوسائل لا بيقول لا ان هنا في العام ده ممكن هيحصل عندهم مجاعات وان الهند هتبقى في نهضة كبيرة جدا وهتتفوق على السين واليابان هتتفوق عليهم وهتبقى هي رقم واحد عليهم يعني اللي انا عرفه او لكل المتنبين بتقوله ان السين هي اللي هتهيمن على العالم وطبعا من بداية ازمة الوباء اللي كان منتشر الفيروس وهي السين مهيمنة على العالم وكل عارف ان طبعا السين هي اكيد اللي فتعلت الفيروس تها لشان تخفض انتاج العالم كله بالذات امريكا وهي اللي تبقى مترقصة للكمة وللاستثمار وهي تبقى السيادة في ادها فهو الكلام ده غريب هو طبعا هي السين معروفة هي اللي حسب كلام الاغلبية ان السين المتوقعين حتى السياسيين والاقتصاديين هما بيقولوا ان السين هي اللي هتهيمن على الكل بس هو بيقول العكس ممكن عشان دي بلده بيقول عليها كده او ممكن هما بيبقى عندهم اوامر من المخابرات او حاجة ان هما لازم يقولوا كلام معين عن بلدهم ما ينفعش يقولوا كلام مختلف وبيقول اللي هيشغل الناس كلها على مستوى العالم قضاء يومهم وقضاء حوائج يومهم واحتياجاتهم يعني هتبقى في مشكلة بالنسبة انهم يقدروا يمشوا يومهم من غدا وفطار وعشا ومواصلات والتزامات ومصاريف يومية فهيبقى هنا في الشغل الشاغل عند كل البشر في العالم حتى الطبقة المتوسطة هتبقى ازاي يقدروا يمشوا اليوم بتاعهم ومصاريفه وطبعا الامور الدولية والسياسية هتكون مختلفة جدا بيقول ان في بعض الدول العربية هيحصل فيها انكلابات غريبة وسريعة وبيقول هتكون الدول دي بالذات يا ليبيا يا اليمن وان في تغيرات جزرية اللي الدول دي هتكون موجودة في الالفين تلاتة وعشرين وبيقول على السعودية عكس الكل ما بيقول ان السعودية هتبقى مهيمنة والسعودية هي الرقم واحد بيقول لا الامارات ومصر هم اللي هتصدروا المشهد وهيكونوا رقم واحد وان الخرق كله هيكون في قطر بس في كاس العالم هيحصل حاجات غريبة ويعني منوشات وحاجات مش لطيفة يعني ولكن هي هتحصل هتحصل وان فيه احزاب في اليمن هيخربوا اليمن في الفترة الجاية وسوريا فيها حركة ارهابية على عكس الجميع ما بيقول ان سوريا هتبقى بلد الامن والامان هو بيقول عكس ذلك وبيقول ان فيه تنظيم داعش بس المرة دي هيكون في اوروبا زي ما قالت برضو ليلى عبداللطيف وان فيه ازمة بين تركيا ودول اوروبا وممكن توصل بينهم لحرب امريكا هتكون في انهيار في الالفين تلاتة وعشرين فيها تظاهرات مخيفة ويممكن توصل لحروب اهلية وانه هو مش شايف ابدا بايدن رئيس امريكا في الوجهة بيقول يا هيتم قتله او اعتزاله المشهد يعني يستقيل او هيختال هو بيقول ان هو مش شايفه موجود في امريكا ازاي بقى الله اعلم وان العراق هي اللي هتكون في تطور وهيظهر عندهم شخص يعني الجميع هيلتف من حوله وهيحصل على اعجاب كل شعب العراق وهيكون شخص هيحل الازمات ترامب هيكون في اسرائيل واسرائيل هتحاول تمتد لاراضي عربية اخرى غير فلسطين اشتعال جبهات الحروب والاقتتال في افغانستان مع الدول المحيطة اه حواليها وفي دول من اسيا وامريكا هتدخل علشان تحل اه القصة بتاعة افغانستان والحروب اللي هتكون مع الدول المجورة وهتيفشله في الحل وان الدول العربية في العام الفين تلاتة وعشرين مش هتشهد استقرار على خلاف ما بيقولوا المتنبئين العرب بان هيكون في استقرار وفي تفاؤل هو بيقول لا مفيش اي استقرار في الدول العربية وعن مصر بيقول هي اللي هتكون ابرز الدول ومتصدرة المشهد هي والامارات وهتجذب الامارات بالذات كل دول العالم لها عن طريق حاجة هتفتتحها وان السودان هيتم فيها التصالح او الاتفاق بين الجنوب والشمال وتهدى بينهم الحرب لكن الاقتصاد في انهيار تام كانت اهم التنبؤات اللي قالها للعام الفين تلاتة وعشرين باختصار شديد وفي الاول والاخير بننوه ان لا يعلم ابدا الغيب الا الله وحده سبحانه وتعالى وان شاء الله هيكون عام سعيد على الجميع وعام جديد كله تفاقل وخير واللي نفسه في اي امنية يحققها اهم شيء نظن في الله الخير هناجدوك لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا عند ظن عبدي بيه اللي هو قانون الجذب اللي هما دلوقتي الكل بيقول عليه هو دلوقتي واللي انا اتكلمت عنه في فيديوهات عندي في القناة قانون الجذب ده عبارة عن تفسير للجملة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها في حديث قدسي انا عند ظن عبدي يعني لما احنا نظن ان ربنا مسا هيدخلنا النور اكيد هيدخلنا النور نظن هيدخلنا الجنة اكيد هيدخلنا الجنة نظن ان ربنا هيعمل الحاجة الفلانية لنا ونعتقد ونصق بالله اكيد هتحصل شكرا جدا لاستماعكم بتمنى منكم الدعم واللايك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة